معنا على الخط الآن أبو عمر أستاذ عبدالعزيز بن نوب مدي قناة مجد الأطفال حياك الله أبو عمر يا أهلا و الله حياك الله على أي خط أنت الرقعة أو النسخة شيخ على الخط كويس ممتع يا أبو عمر كويس أبو عمر حدثنا عن نشأة هذه المبادرة طيب إدارة مجد الأطفال بادرت في الإعلان مع الزملاء في إدارة الإعلان الرقمي في تنزيل إعلان تقصى بموحف الأطفال في التخديم والإنشاد والتنزيل وغيره فحجدنا الغات الأيام متفرقة حتى يتسنها لمنهم خارج رياضة يرجعوا أو من هذا القبيل كانت خميس وسط وخميس فاستقرنا على ما يزيد عن خمسين طفل وطفلة كم؟ وكانت لجمة ثلاثية مكونة من المسعد ومنسج ومحفظكم للجلوس من الأطفال ومشاهد الممارضة وخصمناهم بعد الفرد ومشاهده بعد هذا أيام لا أقسم على عدة أمور يا أبو عمر يا أبو عمر شكلي كنت في خط سفر ولا شي يقطع الصوت الصوت وقف عند المحطة على يدك لمن في إرسال أقول نقسمهم على ناس نستثمرهم في مجال التقديم وناس في التمجيل ناس للإنشاءات الشعرات وخلافهم وناس يستقبلهم في إدارة الدراما التمجيل الدراما بشكل عام الأمر الآخر في ناس يعني نعشد منهم بعض التصوات بعضهم من خارج رياض وإحنا مقرنا في مدن رياض زي ما تعرفون نعم في نقطة بس إضافية الأجسين اللي ما ما تتم الموافق عليهم تتم بطرابة في إدارة الدرامج مثل هي وهو كمتاركيين المتافقة ومجدكم وغير من الدرامج في البنات بإذن الله وكذلك يسيبوا علي قرارة تفريدة أنه يبي برنامج بلان برنامج بلان بإذن الله سيكون في الدورة القادمة دورة الدراسة وجميع الوصول عليهم سيكون إن شاء الله في الدورة الدرامجية القادمة دورة الدراسة وكارقة دورة الدراسة الفصل الثاني ورمضان يعني لا تتعجبون علينا ولا الأطفال الجميلين وكبار بأمهم ودائهم وطموحهم بإذن الله في مواسم درامجية قادمة بحول الله الله يعطيك العافية يا أبو عمر وبيض الله واجهك أنت والفريق اللي معك جهود مشكورة ويعني شيء تشكرون عليه جدا ما قدر أقول شيء حقيقة إلا الله يسددكم ويبيض وجوهكم شكرا لك يا أبو عمر راحب عمر